من حقها أن هي تطمح أن يكون عندها سعر جيد الأستاذ حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة الجديدة أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا سيد عمر والسادة المشاهدين كلهم يا رب إيه الحكاية أو إيه الموضوع بتعمله إيه دلوقتي؟ أيوة فندم أنا سمعك والله حكاية فندم طبعا بناعة توجهات خمط الرئيس بالتوجهات الفريق مع الفريق الوزير الكامل وزيري بالجلوس مع الأهالي والمفاوضات حول التعويضات الدولة كانت واضحة جدا في الموضوع دوت والتوجهات على فكرة ديت من قبل الصفقة الموضوع ده من 2018 والدولة عاوزت نابل من طاعة والسيادتك مع الفريق قاعد مع الأهالي أكتر من 6 مرات يفاوض من فيه 18 لحضرتك لأنهم عمطينا 3 مرحل أول مرحلة وتاني مرحلة وتاني مرحلة وتاني مرحلة ولكن حضرتك طبعا التفاوضات وصلنا أن معالي الفريق بتوجهات الرئيس شكل لجنة بموفرة الحكومة والمحافظة اللجنة دي توظيفتها أنها تقدر تعويضات المباني والأراضي والمغروسات بالنسبة للأهالي حضرتك وأصر معالي الفريق كمان أن يكون رئيس اللجنة من أهالي المنطقة عشان إشافة فيها زي ما أنت تعرف بإذن الله عدنا عندنا جلسة بكرة مع معالي الفريق في المنطقة هنا مع الأهالي واتفقنا كمان أن الدولة تكون مراعية حتة اللي هي تعويضات المباني أن بيكون تكوين اللجنة من خلال مكتب استشاري مهتمة مسجل في البنك المركزي لتأذير قيمة البيوت طبعا فاندم هي كمية الناس اللي محتاجة تعويضات هناك قد إيه يعني هل هم عدد كبير من الأراضي عدد كبير من المباني ولا عدد قليل لأن أنا معرفش المنطقة هناك عاملة لا عدد الأهالي عدد كبير جدا حضرتك اللي هم محتاجين للتعويضات وهصرينا وكمان أن التعويض المبنى يكون مثلا حضرتك لو المواطن قاعد في بيت قطين وصالة وحمام مطبخ حياخد تعويض أن هو يعمل حاجة أحسن أحسن من القطين والتلاتة كل مستوى حيزيد المستوى بتاعه السكن ده كلام توجهات الفريق من توجهات رئيس جمهورية يعني المواطن يعني أنتوا هتعملوا فيهم زي الناس بتوع ما سبيرو هيروحوا يعني هيسكنوا في نفس المنطقة ولا هتدوم فلوس يسكنوا في مناطق أخرى لا يفاندم الدولة هتختار مكان بموفد الأهالي وموفد الدولة هيعودوا فيه الأهالي واصرين أن يكون البناء من خلال الأهالي كل واحد عاوز يعمل نظام بيت بس الألوان والأشكال كلها واحد عشان منطقة وفي تكميل المنطقة قد تبقى حضرتك ولكن التعويض حتكون على دعوات نفسية أيوة يعني الناس دي هتمشي يا فاندم أنا عارف أن حياتك من الأهالي أستاذ حسين الناس دي هتمشي من المنطقة ولا هتبني في المنطقة ولا هيتبني لهم في المنطقة لا حيتبنى في مكان تاني معادل حيز العمراني قديم من الموجود بتاع المنطقة الأم موجودة بتوجهات المعالي الفريق اللي موجودة المنطقة الأم مليئة رأس الحكمة وكمان من أعمال اللجنة هنا تدقق نحيز العمراني يعني توسعة المكان شوية ولكن معظم الأهالي حيتنقلوا يعني كيميلة ديرة جدا حيتنقل جنوب الطريق خطة بحضرتك أو جنوب الخطة السريعة ده حسب الاتفاق بكرة مع معالي الفريق إن شاء الله بإذن الله وحيخذوا تعويق وكمان عصارة الدولة أنها تدين قطع أراضي يبنوا فيها وحيتكون مسجلة بتلخيص بناء بشوارع بطرق بصرف بمية بغاز بكله يعني حينقلوهم في مكان منظم حضاري يليق بالمشروع ويليق بسمة نصر كمان إن شاء الله بإذن الله والدولة واضحة والدولة جديدة حضرتك احنا بنكلم عن حالات حالات بالمئات ولا بالألاف لا حالات بالألاف فانزم حالات بالألاف هذا عدد كبير يعني عدد كبير ولا على فكرة التعويضات دي احنا أخذنا يعني الدولة من 2018 إلى 2022 عوضت كمية كبيرة من الناس دي واخدوا الدعويضاتهم وحاليا الدولة بتخلي في الأماكن دي واستلموا دعويضاتهم كلهم بتخلي في الأماكن دي لنقلهم المنطقة الثانية اللي هم حيسكنوا فيها بإذن الله ولكن يعني كانت توجيهات واضحة بالدولة بالمراعات وضع اليد بأمان يعني توجيهات واضحة وكمان معالف فريق أكد عن كلام دولة هو هو الأماكن أماكن الزراعة كانت كتير يعني كان فيه زراعة هناك كثيرة وفي زراعة حضرتك راس الحكمة دي بتنتج حوالي 17% من إنتاج الزيتون في مصر كلهم وبتنتج حوالي 26% من الزيتون الزيتون والتين دي قيمة على الصمار دي كلها حيتم إعطاء المواطنين أرض بديلة زراعية مجهزة لكل مواطن من حضرتك من هم اللي هايخبر التعويضات يزرع فيها والدولة أثرت أن يكون رسوم التقنية رسوم بسيطة هتراعي فيها كلام ده كله هنقول له مكان تاني يعني يزرعه فيه وكل متحضر وطرق وشوارع يعني بأمانة الدولة وماضية أن المواطن ياخد حق وبإذن الله وبكرة كمان حضرتك حضرتك من المواطنين والأهالي اللي موجودين هناك وأكيد حضرت الاجتماع الأخير مع الفريق كامل وزير الانتباع العام عند الناس إيه؟ يعني الناس عايزة تاخد تعويضات عايزة تمشي عايزة تعهد لانتباع العام الموجود عاوز أقولك الحاجة بالنسبة للناس مرحبين بالمشروع ومرحبين بالاستثمار الماضية في الدولة بأمانة يعني لأنه ده كله هيعود بالنفع إن شاء الله على المواطنين أول حاجة دي أولا يعني عشان الناس كلها تكون حارسة مواطنين رسل أكما مواطنين مطروح مرحبين بالمشروع جدا 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 خذت برحضتك طبعا النظر في موضوع التعويضات أحنا عصرينا إن المواطنين لاحقين يتقطين وصلوا ومطبخوا حمام عشان أقول له تعالى إنقل المكان تاني هو مرحب بالكلام ده بس أنقله في مكان أحسن عشان يكون يعني حتى يكون راضي جوه إن ينقل المكان أحسن الدولة تجهت إن التعويضات تكون مادية وعينية كما زي ما قال دولة رئيس الوزر بالنسبة للتعويضات المادية أحنا عصرينا إن يكون في مكتب يشاري حدد قيمة المبنى اللي هو أعطيه يعني ه lonely بعده بالضبط تكلفته كام والدولة أنا شايف إنها ممكن تدري يعني يعني يعمل حاجة يطور حاجة أحسن من كدا شوية والمرعات ظهر في الأسعار الحالية يعني يعني الدولة يعني ياب فيه زي تعويض كمان يعني هو مش بس دمن الحاجة لا تعويض كمان عن النهل يعني يعني حتى المعروسات الدولة بتعوض عليها إحنا عصرينا الكلام دوت ده أمال الدولة ماضية جدا فيه مراضات تعويض وضعية تعويض اجتماعي وبإذن الله الناس هتكون راضية وعندنا جلسة بكرة مع معالي الفريق برضك تفاوضية تانية نحط إن شاء الله نمكن تبقى حلجزات المهمة جدا نحن حدد قيمة عوض الفدان وخلاص بالنسبة للمباني والمغروسات دي انتهينا منها المباني سيكون في مكتب الاتشاري مسمن عقاري مهتمد مسجل لدى البنك المركزي هو اللي سيقيم قيمة المبنى اللي عاد في المواطن عشان ياخد حقه ويبني في مكان تاني والدولة قالت أنا حديله كمان حتة وضع يد حتة مسجلة يبي فيها برخص البناء بسعر إن شاء الله بيكون في يعني سعر رمزي حتراعي في الدولة لحالة المواطن والوضع بتاعه وإن هو هينج يعني الدولة برضك بأمانة أنها مراضية لوضع يد جدا جدا واللي هم المتابعين ولكن اللي هم عاوزة احنا مش عايزين يا أستاذ حسين احنا مش عايزين حد يتظلم الناس تاخد حقه وتبقى راضية بإذن الله والدولة مضيح في كلام ده على فكرة على فكرة يا سيد عمر الدولة في موضوع التعويض دولة بدأت من 2018 يعني من قبل التطوير مع الشركة اليدوكيو دي نهائيا يعني كلام زي من زمان فيها مش عشان اليدوكيو هي هتعاوض لا بأمانة الدولة من 2018 ومن 2018 معالف فريق كان في جلسات كتيرة معنا وما كانش بيبقى ساعتها السلصمار ولا حندي شراكة مع اليدوكيو ولا أي صندوق سيادة تاني ان احنا الكلام ده والدولة بتعوض في الكلام ده لكن هي مشكلة ان هي طبعا في الوليحصاعات حدثك عارف ان من 2018 سيادة غير 2023 و24 بلعات الظروف التضخم من البرد دي سيئة بس لكن الدولة لا تتدخل جهة ايوة ماشي الدولة لا تتدخل جهة ودي أسهل حاجة في مصر لا دي أسهل حاجة في مصر انك تعرف الارض دي بكام الدولة لا تتدخل جهة يا صد عم مش معنى كده ان المواطن شاف اللي هي زي ما حضرتك قلت حتة من دهب لا بالعكس المواطن مرحب بالمشروع جدا والدولة ماضية جهدا ان هي تعوض المواطن تعويض يا ليقبي بردك من سواء تعويض عيني او تعويض مادي ودولة رئيس الوضع بتوجهات فخامة الرئيس ودولة وكمان معالي الفريق الوزير لا يتدخل جهدا في ذلك بأمانة الراجل حضرت اكتر من 20 لقاء من 2018 هو بيحضر بأمانة ومقدرين جهده وشاكرين جهده كمان شاكرين مكوداته اللي بيعملها بأمانة وان شاء الله بإذن الله هذا انتهي الموضوع وحتستلم الارض بتاعتها ويبدأ وعاوز اؤكد واوكد ان الناس هنا مرحبين بالاستثمار مرحبين بالمشروع لكن الاختلاف في التعويضات دي بسيطة وحتتحل بإذن الله في القارة من معالي فريق بكرة بإذن الله الأستاذ حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات